وبدوره استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياهو أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق إسرائيل كل الأهداف التي وضعتها وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس بالإضافة إلى أهداف أخرى مثل الإفراج عن رهائن لدى حماس ووضع حد لتهديد القادم من غزة وفق قوله بطلب أمريكي تم تأجيل تصويت مجلس الأمن المرة السابعة على مشروع قرار بشأن زيادة المساعدات لقطاع غزة وأفاد دوبلوماسيون للشرق أن المحادثات مستمرة داخل أربقة مجلس الأمن لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقد وكان من المقرر أن يتم تصويته بعد التأجيل يوما لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات بشأن النص وفق ما أفادت مصادر دوبلوماسية وفي السياق أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن المحادثات جارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس جادة جدا وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن واشنطن تأمل أن تؤتي المناقشات ثمارها على حد قوله مضيفا أنه أمر يتم العمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة وأضاف أنه إذا علق مجلس الأمن على قرار بشأن غزة فمن المهم أن تكون هناك إدانة لحركة حماس وفي اليوم الخامس والسبعين للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تتواصل النداءات الدولية لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يعانون تفاقم تداعية الحصاري والحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كمراسل الشرق حسين إبراهيم حسين أهلا بك معنا وما هي ملابسات هذا التأجيل السابع لعمليات التصويت على مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن؟ لمزيد من المفاوضات والمشاورات بين الدول الأعضاء السالية هذا هو التأجيل السابع كما ذكرت في المقدمة كان التصويت من المفترض أن يتم خلال هذه الدقائق في هذا الوقت الحقيقة ولكن أبلغنا قبل قليل بأن الولايات المتحدة وبريطانيا طلبت عقد جلسة مشاورات مغلقة بين الأعضاء للتشاور في محاولة لعدم واجهة هذا المشروع بالفيتو الأمريكي ولكن سالي الاعتقاد السائد في الأمم المتحدة بشكل عام الآن هو فيتو أمريكي ضد هذا المشروع كل هذه التأخيرات كانت بمثابة جهود باتت الولايات المتحدة في نيويورك للحصول على موافقة رئيس بايدن علمنا بالأمس أن المفاوضات بقت بالفشل كانت شاقة طوال عملية التفاوض الخطوط الحمراء الأمريكية تغيرت في كل لحظة في كل ساعة الجانب العربي أكد أنه غير مساعد لتقديم المزيد من التنازلات الخلاف الأول كان حول كلمة تعليق ووقف القتال ليظهر الآن خلاف آخر وهو المتعلق بإنشاء ألية لإيصال ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة إسرائيل ترفض أن لا يكون لها دور في هذه المسألة وبالتالي تحاول الولايات المتحدة إلغاء هذه الفقرة برمتها هذا التأجيل الآن سالي رغم الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة ستواجه القرار بالبيتو لنكن متفائلين قليلا يعطينا نوع من الأمل بأنه قد يكون هناك حل لهذه المسألة اليوم الولايات المتحدة كانت مرارا في العديد من ملفات بلدان التي تشهد صراعات مثل الملف السوري تطالب بآلية للمراقبة تتسلم مهامها الأمم المتحدة ولكن يبدو الآن بالنسبة لإسرائيل هناك استثناء هذا ما يدور الآن مندوبة الولايات المتحدة لنت تومس علمنا بأنها سافرت أمس إلى واشطن للقاء رئيس بايدن وكانت هناك توجيهات من رئيس بايدن برفض هذا المشروع برمتها نعم على ما يبدو أن الموقف الأمريكي سيظل ثابتا بناء على هذه الخلفية التي ذكرتها لنا منذ قليل حسين ماذا عن المواقف الأخرى لدول بجانب الولايات المتحدة هناك مواقف ثابتة ربما في هذه المسألة هل هي ثابتة حتى الآن أم هناك تغير في المواقف إذا رصدت لنا ذلك ثابتة بالفعل وأضيف إليها الحليف الأقرب للولايات المتحدة وهي بريطانيا وهذا ما نتوقعه اليوم بأن توافق المملكة المتحدة على مشروع القرار العربي لذا لن تحاول الانخراط في هذه المشاورات المغلقة لإنقاذ ما يمكن أن يتم إنقاذه إذا حصل الفيتو اليوم خلال عملية تصويت فقد نشهد أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي سترفض هذا المشروع في حين أن جميع الدول الأعضاء الأربعة عشر المتبقين سيوافقون على هذا المشروع هناك دعم أممي كبير لمشروع القرار أكثر من مئة دولة تدعم هذا المشروع ولعل النتيجة التي شهدناها في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي الأسبوع الماضي حيث صوتت 153 دولة على هذا المشروع باعتراض عشر دول فقط يعطي إشارة وتأكيد بأن المجتمع الدولي يريد وقف هذه الحرب هو بأنه مع وقف القتال ولكن للولايات المتحدة الآن رأي آخر خاصة وأننا علمنا بأن إسرائيل التي تعمل خلف الأضواء مع الولايات المتحدة لها تأثير كبير على هذا المشروع وهي من ترفض بنود هذا المشروع في حين هناك دعم من مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ليندا توماس وهي التي طلبت التأجيلات عدة مرات وحاولت بحسب المعلومات إقناع الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية أمس بضرورة الموافقة على هذا المشروع ولكن تبقى للعواصم الكلمة الأخيرة في هذه المسألة سالي حسين إبراهيم مراسل الشرق مني وعركة جزيلة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر شكرا لك